السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان حتى بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء على الخميس يعني الساعة 12 و20 دقيقة بعد منتصف الليل إذن طيلة اليوم القمر موجود في الميزان القمر الآن موجود في منزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 43 و40 دقيقة أصر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بما أن القمر اليوم موجود في برج الميزان معناته بظل هذا أفضل وقت لتقوية الرابطة العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية نكون نشطين أكثر اجتماعيا ومن ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسية واضحين بين العشاق ولكن الغيرة يمكن تلعب دور في علاقة جديدة أو في علاقة فيها بعض التوتر خلال هذا اليوم ننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 6 دقائق بعد منتصف هاي الليلة اللي هي بعد بث الحلقة أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيذ من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا ومن الفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن يتأدي لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ طبعا هاي زاوية لها 7 أيام تأثيراتها ومستمرة 7 أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة 8 و 6 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز قدراتنا القيادية نتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا للفعاليات أو لفعالية والتأثير والقيادة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي زاوية رح يكون الساعة 9 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي إلى القمر اليوم خلو المسار رح يكون طويل لأنه رح يبدأ الساعة 9 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح ينتهي بعد منتصف الليل يعني الساعة 12 و 20 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعة الخميس بتوقيت جرينتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأورد الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية هاي هي الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع الطبيب بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا لباقي أعضاء الجسم ما فيه أي مشكلة ولكن أنا بفترة خلو المسار ما بنصح ولكن إلا إذا كانت اضطرارية وغير قابلة للتأجيل بالنسبة للعمليات التجميل طبعا بما أنه في زاوية مع الزهرة سلبية فأنا ما بنصح بعمليات التجميل خلال هذا اليوم إلا إذا كانت عمليات ما إلها تأثيرات جانبية مثل الحقن الخفيف أو تغشير البشرة أو أي شيء يعني ما إلو آثار ممكن تكون سلبية وصير بدها عملية تجميل أخرى يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن مش بالليزر لأنه برضو السلبية موجودة بالطرق التقليدية ما فيه أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه بده ينتقل يعني خلوه المسار القادم بعد هذا خلوه المسار اللي رح يكون اليوم رح يكون خلوه المسار القادم يوم السبت بيكون القمر موجود بالعقرب وبده ينتقل للقاوس بيبدأ خلوه المسار الساعة 6.18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 11.12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال الآن عمره 25 يوم الساعة 12.39 دقيقة ظهرا نبدأ باليوم 26 نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم 21.12 سعيد بنسبة 15% القمر في الميزان حتى يوم 28.11 سعيد الآن بنسبة 30% ساعة العصر سعيد بنسبة 5% ساعة المساء منتحس بنسبة 10% عطارة في القوس بيتراجع حتى يوم 15-12 منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 7-12 سعيد الآن بنسبة 60% ساعة العصر سعيد بنسبة 45% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما إذن يصلح للأعمال المشتركة وتعزيز العلاقات مع الشركاء سواء شركاء المال أو العاطفة ولكن بدون أي مشاكل ضبط الأعصاب لازم تكون موجودة ممكن اليوم تتعقد بعض الأمور أو يكون فيه نوع من أنواع البلبلة بدك تعلج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأن الأجواء مش لصالحك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن موجود في البيت السادس خلال هذا اليوم وعندنا خلوم مسار إذن بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لكنكم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعامل أو التعاون من بعض الزملاء وحاولوا أنكم ما تدخلوا بالصدامات مع زملائكم بالعمل أو زبائنكم بالعمل ومارسوا نشاط بدني بدون إجهاد عالي وإذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب برضو اليوم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أكثر وأهم شيء تنتبه لصحتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواب ما بينك وبين الأحبة وحاول أنك ترجع العلاقات إلى طبيعتها بتنال ما بترغبه وتنتصر على كل الاعتبارات ولكن حاول أنك ما تفرض رأيك على أحبائك خلال هذا اليوم عشان ما يصير خلاف ما بينك وبينهم ممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنه تتجنبوا أي مشاحنات ما بينك وبين أفراد العائلة أو الأحبة أو لومهم وممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول أنك تجد بعض التسويات اللي تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتنشطه أيضا في الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وبوسعكم اجتياز امتحان ولكن إذا عندك امتحان في فترة خلو المسار أو سفر حاول أنك ما تعتمد على الحظوظ بدك تستعد بشكل جيد بتعزز العلاقة اليوم مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات على حسب تخصصك بتكون لك لقاءة عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء ما اليوم برضو بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحصل على بعض المكاسب تيجي على شكل هدية على شكل جائزة استرداد حقوق لا إلك أهم شيء أنه اليوم ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتبدأوا اليوم فترة أفضل وأفضل من يوم أمس بتعيد لكم ثقتكم بأنفسكم تحتاجوا لدعم نفسي لألكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فإذاً بتظل صحتكم شوي بدكوا تنتبهوا لها بشكل جيد بينتابكم شعور بالتعب أو الملل حاولوا انكوا تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ويعملوا بشكل روتيني فقط حاول إنك ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حاول برضو ما تتخذ قرارات حاسمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم إيشي اليوم تحاول تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل يوم الغد لأنه يوم الغد القمر رح يكون في بيت متعبك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي هذا يوم أيضا جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبرضو بينتبهلكم المسؤولون إذا كنتوا متممين أعمالكم بشكل كامل ممكن ينتبهلكم إذا أخطأتوا وتكون مشاكل لإلكم وإذا تممتوها بتكون لمصلحكم اليوم تتسلط عليك الأضواء تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إيشي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وما تغامر وما تخال في القوانين برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبالظل فترة جيدة لمقابلة أو اجتياز امتحان جامعي أو مناقشة رسالة أو تقديم بحث ولكن لا تعتمدوا على الحضوظ ممكن بعضكم يبدأ عمل أو دراسة جديدة أو يناقش موضوع بقوة وذكاء ويتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبه أهم إيشي ثقتك بنفسك هاي فترة مناسب لخوض تجربة جديدة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت اليوم برضو التركيز على الأموال المشتركة ممكن اليوم تنظموا أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمش إنه ما تهملوا صحتكم ولا تهملوا أوضعكم البيتية أو العائلية تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارة للعمل دون من مماطلة ودون أعضار ومنكم أشخاص ممكن يهتم بقرض أو معاملة بنكية أو ضريبية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا